الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم إخوة الأعزاء في لقاء جديد نتدارس فيه الأيام الخالية التي مضت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام العزي والشرف أيام نصرة دين الله عز وجل نتذاكر فيها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الأجلاء لنقتدي بهم ولنسير على طريقتهم كما قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها نعم نتدارس تلك السيرة سيرة الصحابة كيف لا وهم من جاءت النصوص ببيان فضلهم ورفع مكانتهم يقول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ويقول سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجداء الآية ومن الأحاديث التي نستلذ روايتها ونستطعمها أحاديث أحاديث إسلام أولئك القوم كيف هداهم الله عز وجل وكيف استجابوا لدعوة الحق وكيف تركوا ما اعتادوه قبل ذلك من طرائق جاهلية في عبادة الأوثان من أشجار وأحجار إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى ولعلي في هذا اليوم أذكر قصة طريفة تتعلق بإسلامي الصحابي الجليل أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه حكاها ابن عباس يقول ابن عباس رضي الله عنهما ألا أخبركم بإسلامي أبي ذر فقال من حوله نعم بلى فقال لي أبو ذر كنت رجلا من غفار وهي قبيلة من القبائل فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي يقول أبو ذر لأخيه اركب إلى هذا الوادي وانطلق إلى هذا الرجل فاسأل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الوحي والخبر من السماء فأعلمني بخبره وبيل لي علمه وحاله واسمع من قوله ثم أتني بخبره كان أبو ذر حريصا على الهداية راغبا فيها ويعرف أن الطريقة التي يسيرنا عليها ليست بطريقة صحيحة ولذلك أراد أن يستقصيها وأن يسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يستجيب لتلك الإشاعات التي كان يثيرها أهل مكة حول النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر فانطلق أخي فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلينا فسأله أبو ذر ما عندك؟ ما هو الخبر الذي لديك؟ فقال أخوه والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير ويأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن الشر وسمعت منه كلاما ما هو بالشعر فقال أبو ذر رضي الله عنه لأخيه لم تشفني من الخبر ما شفيتني مما أريد فلذلك قرر أبو ذر رضي الله عنه أن ينطلق ليسأل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر فأخذت جرابا وعصى وشنة الجراب نوع من أنواع ما يوضع فيه الأطعمة والشنة قربة يوضع فيها الماء قال أخذت جرابا وعصى وشنة فيها ماء ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه يخشى أن يتفطن له أهل مكة وبقيت أشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد حتى أدركني بعض الليل قال فمر بي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال علي له لأبي ذر كأن الرجل غريب قال فقلت نعم فقال علي انطلق إلى المنزل قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره ولا يعلم ما حالي فبات أبو ذر في بيتي علي رضي الله عنه قال أبو ذر فلما أصبحت قدوت إلى المسجد وظللت في المسجد لا أسأله عنه وذلك أنه خشي أن يتفطن له أهل مكة قال وأحتمل قربتي وأحتمل قربتي وأنتظر أن يخبرني أحد من الناس بما يقع تجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يسأل عنه ابتداء وإنما يريد أن يصل إليه الخبر وأن يستمع إليه وأن يقابله ليأخذ الخبر منه مباشرة المقصود أنه عاد إلى المسجد مرة أخرى ولم يعلم خبر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ وكيف كانت نتيجته؟ لعلنا أن نتكلم عنها بعد الفاصل بارك الله فيكم حياكم الله بعد هذا الفاصل ذكرنا شيئا من وقاية قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه حينما أرسل أخاه يستكشف له خبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعطيه معلومة كاملة تشفي نفسه فقرر أن يذهب بنفسه جاء إلى المسجد وجلس فيه وقابله علي رضي الله عنه فدعاه إلى بيته فأكرمه وبات عنده فلما أصبح عاد إلى المسجد وبقي في المسجد لا يوجد أحد يخبره خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يسأل عنه وظل ذلك اليوم في المسجد وهو لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه المساء فعاد إلى الموطن الذي هيئه لمبيته في المسجد في الليلة الماضية قال فمر به علي رضي الله عنه في الليلة الثانية فقال علي رضي الله عنه أم آن للرجل أن يعلم منزله بعد قال أبو ذر فقلت لا فقال علي رضي الله عنه انطلق معي انظر إلى كرم الصحابة وحرصه على أن يجعل له مكانا يأويه ليقوم بظيافته قال فقام معه فذهب وهو لا يسأله عما عنده ولا يسأله عن اسمه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء وبات عنده ولما أصبح عاد إلى المسجد حتى إذا كان اليوم الثالث قال فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه ثم قال له علي رضي الله عنه ألا تحدثني ما أمرك؟ ما الذي أقدمك هذه البلدة؟ أراد أن يعرف شأنه وأن يعرف السبب الذي من أجله قديمة قال فقلت له إن كتمت علي وأعطيتني عهد وميثاق ترشدني فعلت وأخبرتك وذلك أنه خشي من أهل مكة لأن أهل مكة كانوا يتكلمون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدحون فيه ويصدون الناس عن الاستجابة له ومع ذلك أظهره الله وهكذا دعوة الحق وأهل الحق والصدق يظهرهم الله عز وجل مهما كادهم من يكيدهم فقال علي رضي الله عنه إني أفعل يعني وعده بأن يكتم عليه ووعده بأن يرشده فأخبره أبو ذر وأخبره بقصته وأنه أرسل أخاه وأنه لم يشفه وأنه قدم إليه فقال له بلغنا أنه قد خرجها هنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فأردت أن ألقاه فقال علي رضي الله عنه أما إنك قد رشدت فإنه نبي حق وهو رسول الله فإذا أصبحت فإن هذا وجهي إليه يقول إذا أصبحت أنا سأذهب إليه هذا وجهي إليه فاتبعني فإذا دخلت في مكان فأدخل فيه أدخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك فإنني حينئذ سأقوم إلى الحائط كأنني أصلح نعلي أو كأني أريق الماء وحينئذ تمضي أنت وتعرف أن الوقت وقت مخوف فإن مضيت ولم أتوقف عند شيء من الجدران فحينئذ فاتبعني حتى تدخل معي وتدخل مدخلي قال أبو ذر فمضى علي رضي الله عنه ومضيت معه فانطلقت أقفوه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولكيه ورآه قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم اعرض علي الإسلام بيّن لما هو هذا الدين وما هي حقيقته قال فعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين على أبي ذر وسمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم واستمع للآيات القرآنية التي هي خطاب من رب العزة والجلال للبشر تهز الأفئدة هزا وتحرك الضمائر تحريكا شديدا قال أبو ذر فأسلمت مكاني لما سمع هذه الآيات القرآنية وما فيها من الخطاب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اكتم هذا الأمر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك وارجع إلى قومك فأخبرهم يعني أدعهم وأخبرهم بما رأيت من حالي حتى يتيك أمري فإذا بلغك ظهورنا فأقبل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أمره سيظهر وأنه سيكون له قبول وانتشار وأنه سيكون له مكانه وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في كونه أخبر بما سيأول إليه أمره من جهة وفي كونه قد أظهره الله عز وجل ونصره مع أنه كان مستخفيا كان وحيدا وأتباعه قلة وكان يضاده قومه مع ما لديهم من قوة وقدرة ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بأنه سيظهره الله عز وجل على قومه وهكذا سنة الله في الكون أنه يظهر أهل الحق وينصرهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا قال تعالى يريدون أن يطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولعلي أن آتي إلى تمام قصة أبي ذر بعد الفاصل مرحبا بكم وأهلا وسهلا في سياق قصة إسلام الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه فإنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم اقتنع وأسلم ودخل في دين الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتم هذا الأمر واعد إلى قومك فبلغهم حتى يأتيك أمري بأن الله قد أظهر هذا الدين فأقبل لكن أبا ذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فقال له والذي نفسي بيده والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم يعني أنني سأعلن إسلامي عند ملأ قريش لا أخاف من أحد فخرج أبو ذر رضي الله عنه حتى جاء إلى المسجد عند الكعبة وقريش في المسجد قد اجتمعوا فصحى ونادى بأعلى صوته أبو ذر رضي الله عنه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فما كان من قريش إلا أنصح صائحهم قوموا إلى هذا الصابق قوموا فاضربوه فقاموا إليه فأضربوه حتى أذجعوه وسقط على الأرض فقال أبو ذر رضي الله عنه فضربت حتى كدت أن أموت قال فجاء العباس وأدركني وأكب علي وأصبح يحميني ثم أقبل عليهم فقال ويلكم ألستم تعلمون أن هذا الرجل من غفار قبيلة غفار أتقتلون رجلا من غفار ألم تعلموا أن طريقة جارتكم وممركم إلى الشام يمر بقبيلة غفار فإذا قتلتموه فإن قومه سيثأرون وسيأخذون القوافل التي ترسلونها إليه قال فأقلعوا عني قال أبو ذر فلما أصبحت الغد اليوم الآخر رجعت إلى المسجد وملأ قريش قد اجتمعوا فيه فقلت مثل ما قلت بالأمس رفعت صوتي إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالوا قوموا إلى هذا الصابع فصنعوا به مثل ما صنعوا بالأمس ضربوه 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 حتى كاد يموت قال فأدركه العباس كما حدث منه بالأمس قال وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس أتقتلون رجلا من غفار تلك القبيلة التي تمروا قوافلكم من طريقها وتجارتكم من طريقهم فانكفوا عنه قال فهذا أول إسلام أبي ذر رضي الله عنه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر يموت وحده ويبعث وحده فكان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أخبر أنه يبعث أمة وحده رضي الله عنه شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه تأخر قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ولكنه يحقه بعد ذلك ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بلحوقة وقصص إسلام الصحابة فيها معاني عظيمة وفيها آيات وبراهين وفيها دلائل على صدق هذا الدين ولذلك فإن استماع الإنسان إلى قصص أولئك الذين أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل وبيان السبب الذي دعاهم إلى دخول هذا الدين لا شك أنه مما يثبت الإنسان على دينه ويكون سببا من أسباب تمكينه من دعوة عباد الله إلى الدخول في دين الإسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاخرة بقصص أولئك الصحابة الذين أسلموا في ذلك العهد ودخلوا في دين الله عز وجل وفيه بيان الأسباب التي دعتهم إلى الإيمان بهذا الدين والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فمن المستحسن بالإنسان أن يحرص على قراءة سيرة أولئك الذين دخلوا في دين الله في الزمان الأول وفي أزمنتنا الحاضرة ولا زال الناس يدخلون في دين الله حتى في زماننا هذا فبطلت مقالة أولئك الذين قالوا إن الدين إنما انتشر بالسيف فها هو فيه زمان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أسلم به طوائف كثيرة ثم في زماننا الحاضر نجد أن أعدادا كثيرة يسلمون بدون أن يكون هناك سيف على رقابهم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهدات المهتدين من الدعاة لدينه هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر